في مارما سانداونز وقتها هنبتدي هو أحداث المباراة والحكم دانيال لاريا الغاني يستعد لانطلاقة البداية وأيضا النادي الآلي يستعد لانطلاقة مشواره الافريقي ابتدى فعلا المشوار الآن بالسنطرة والكرة خلفية إلى بدر بنوني لعبها في الأمام أول المشوار الافريقي في المسابقة أو المرة يلعب الكرة إزاي طبعا تشكيلة للنادي الآلي تلعب الكرة على طول ويطلعها قلب الدفاع ماما دو جوري نادي الآلي محمد يلعب فيه المسلس الوجومي لكن كله بيرجع أما بيفقده الكرة وهذه الكرة بتطلع على طول واضح طبعا أرضية الملعب الكرة بتنط في الأرض وفيه ضربة حرة على أكرم توفيق مرة تانية من النادي الآلي في نص الملعب حمدي فاتحي حطت في الأمام شوفوا الكرة لازم الكرة تتلعب عالية شوية عشان لو مشت على الأرض مش هتيجي دقيقة أدي ناحية اليمين والعرضية إنما أول مرة يطلع كده يكمل في الهجمة أليو ديونغ فاكرين أليو ديونغ في الملعب لازم الكرة أن الباص يتعامل بشكل أقوى شوية أدي طهر محمد طهر بيعد الكرة على طول تطلع بره أو ترامية التماس تلعبت على طول وهنا حزاري من السرعات لأن اللي هما سرع جدا عملة عرضية في منتهى الخطورة عرضية من ناحية اليمين عن طريق سليماني ماماني عملة عرضية لو قبلها يوصل لمحمد شريف عايز يسيطر على كورته لكن صعب جدا السيطرة في هذه المنطقة خادها مرة تانية طهر محمد طهر يلعبها لكهرباء كهرباء عطول لمحمد شريف اللي كان متسلل فيه راية من بول كودزو المساعد الأول الحكم الغاني الجنسية تاقم كله من غانا بقيادة دانيل لاريا على مرمى كلا الفريقين في العشرين دي اللي لعبناهم هذه الكورة جوه منطقة الجزاء حاول يلعب عرضية يمسكها على طول الشناوي عرضية على طول من ناحية اليمين عن طريق موسى على التنفيذ محمود وحيد جالها هنا عشان يلعبها بالقدم اليسرى زي ما بيعمل علي معلول دايما كل الضربات الركنية لناحية اليمين بيلعبها اللي بيلعب ناحية الباك الشمال هذه الكورة عرضية خطيرة وضربة رأسية على طول تطلع تلمس كده رأس ده مين حمدي فتحي وتطلع بره الملعب قود لا ده ياسر إبراهيم طلع في الضربة السابتة ياسر إبراهيم مباراته الأفريقية رقم 4 الأهل والزمالك وجها اللي وجه في مجموعة واحدة في دور المجموعات هذه الكورة مرة تانية على طول بيشتت بيطلع على طول وخطيرة شوفوا بيشتت بيطلع من جوه منطقة الجزاء لكن أحمد رمضان بيكهم طبعا بيعتذر لأنه هو بيشتت خرج من دور التمانية في 2019 ووصل لنهاية 2018 ووصل لنهاية 2017 وكان فيه تالت مجموعته في 2016 كرة خطيرة جواه منطقة الجزاء لعبة عرضية والتزديد جول جول عاليو ديونغ على المستوى الأفريقي مع النادي الآلي يحط الكرة على طول بالقدم اليسرى ويسجل أول أهداف النادي الآلي الأفريقية هذا العام في الDR 34 أليونج أول هدف للنادي الآلي وابتدى المشوار ابدد المشوار من هذا الهدف مشوار كيفون جونسون في غياب موسيماني المدير الفني الجنوب الأفريقي كيفون جونسون هو اللي بيدير النادي الآلي في هذه الرحلة في نيامي بعد المباراة مباشرة النادي الاهلي في الطائرة الخاصة هيعود الى مصر ضربة حرة خلي بالنا من الكرة دية تمركز موجود من لعب النادي الاهلي شوف اللعبة هتتلاعب ازاي عرضية ازاي وتحطت على طول ويحط ايده فيها الشناوي يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي على طول يطلعها الى ضربة ركنية الكرات الامامية دي مش هتنفع معانا الكرات اللي هي اما يكون بس فيه لعيب في مساحة ممكن تلعب له الباص زي دي كده وعلى طول هو جول ويه فيه اوف سايد ولا ايه فيه اوف سايد فيه اوف سايد فيه راية مرفوعة من بول كودزو مساعد الحكم الاول وحاسب تسلل دي مش احمد روان بيكم عنده تعليمات انه هو يستنى وهذه الكرة في الامام استلام حلو قوي وعدى يا ولد يا ولاد والارضية يا احياء يا 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 نمى كورة حلوة او البطولات ديت اللي حقق على النادي الاهلي على مدى تاريخه وسط الى مية واربعين بطولة اهد الكورة طول ما ينطلق الشوط التاني حيبقى النادي الاهلي على ايدنا اليمين في الفنان الحمراء والشروط الشوط التاني نفس التشكيلة اللي بدأت المباراة هي هي مغيرش طبعا كيفين جونسون جونسون هدي كهرباء انما فيه تسلل فيه تسلل مغيرش كيفين جونسون طبعا بيطلع دفاع النادي الاهلي ترجع تاني فيه نص الملعب عن طريق اكرم توفيق واللي بيلعب على طول ناحية اليمين لاحمد رمضان بيكم وما فيش افسايد انما بيطلع الكورة الى خارج الملعب بره اوه ماكادش افسده انه باستمرار انه هو وياسر ابراهيم برضو طالع عد الكورة العرضية ومعدية وتطلع للمرة التانية ضربة روكنية بس من الناحى التاني وانت مغمط كده لعب بالقدم اليسرى هو محمود وحيد اتلعبت على طول عالية مش ممكن يا بدر بنقون ولسه خطيرة ويمسكها الحارس ياه 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 اينا شوطي اللقاء للنقطة ديت انا كنت رجعت كده من المباريات فعلا محمد شريف لعب مباراتين افريقياتين قبل كده واكرم توفيق لعب اربع مباريات ادي الكورة على طول تلعبت جوه منطقة الجزاء والضربة الرأسية من جوه المنطقة ياه ياه يا النادي الاهلي افضل بكتير في المبارات لعبت رمية التماس مرة تانية جوه المنطقة خطيرة التزديدة خطيرة لكن ضعيفة يعني خبطت كده وهي راحة في قدم محمود وحيد نمكة ملعب فين وعشرة من نص بملعب اكرم توفيق يلعب الكورة في الامام أليو ديونج عرضية جوه المنطقة استلاب من كهرباء وتطول شوية ويمسكها الحارس تاني صلاح محسن فرصة للنادي الاهلي انه يسجل اهداف تانية لان الدفاع مفتوح تماما ودي رائبة رأسية انما فيها اوف سايد فيها اوف سايد صلاح محسن اهو قدامنا سيده كانتو اخدها حمدي فتحي لعبها الارض لأليو ديونج ديونج لعبها في اليمين ليه طاهر محمد طاهر خدها مرة تانية وهو جول يا راجل يا راجل محمد شريف كادة ان يسجل هدف التاني ياه 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 النهاردة كان ممكن يبقى حاول يعدي من ناحية الشمال كرة هجمة خطيرة هجمة خطيرة ودي تزديدة تطلع بره الملعب اولي تزديدة عظيمة سواء في بداية المباراة او الان فانا من وجهة نظري انه هو ابرز لاعب في المباراة اتلعبت على طول الكرة جوه المنطقة وايه تنطف الشبكة من بره ياه 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 على الفرصة لعبها الجيرالدو على الارض مرة تانية لصلاح محسن صلاح يوقف على كرته هيلعب عرضية واللي هيعمل ايه عملها جوه المنطقة اه ولسه خطيرة اوه والتنطف الارض يمسكها الحارس كارلوس ديونج حمدي عد حمدي في الزحمة كده ولسه خطيرة اوه يا راجل يا راجل جول مية المية بيضيع جول مية المية بيضيع من النادي الاهلي في اللعبة اللي فاتت كش رجله شوية قال لي ديونج قبل ما يخش عليه بقوة اللعب ودي تزديدة في منتهى الخطورة يطلع على الشناوي يا ولد العين يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي المباراة شوف الكرة هتلاعب ازاي والتزديدة عالية خالص عالية خالص بعيدة عن المرمى والحمد لله ومع هذه اللحظة يطلق حكم المباراة دانيال لاريال حكم الغاني اللي امامنا ده صافرت نهاية احداث الشوت التاني للمباراة ورحمة الله وبرجرات نهاية احداث عالية احداث اللقاء